يستقبل الفلسطينيون شهر رمضان المبارك بأدواء غير معتادة حيث يفتقد الفلسطينيون الأمن والأمان وأيضا تقوس هذا الشهر الكريم يمر أهل فلسطين هذا العام بعدوان متواصل منذ نحو خمسة أشهر دمر الاحتلال الإسرائيلي وخلالها كل معالم الإنسانية والحياة في القطاع المحاصر بمشاهر حزينة وقلوب تنفطر بالبكاء يحاول الفلسطينيون مع اقتراب شهر رمضان المبارك البحث عن مساحات للفرح وسط أجواء القصف والجوع والدمار بينما يمر نحو خمسة أشهر على حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة ومع الحديث المستمر عن هدنة مؤقتة قريبا يشهدها القطاع المحاصر تنتشر البسطات في شوارع مدينة رفح لبيع زينة رمضان بعد أن دمر الاحتلال الإسرائيلية المعارضة التجارية للبائعين وتعمد قطع مصدر الرزق وقتل فرحة الصغار ابتهاجا بقدوم أيام الشهر الفضيل ولكن هذه البسطات تواجه شبح لاختفاء أيضا وهي فرصة يستغلها الشبان العاطلون عن العمل في كسب بعض النقود التي لا تتوفر إلا في شهر رمضان فوانيس الشهر الكريم المضيئة انطفأ شعاعها مع غياب أغاني المناسبة الروحانية وتسود الحيرة بين النزحين في المخيمات رغم شرائهم الفوانيس إرضاء لأطفالهم حيث يتساءلون أين يعلقونها في الخيام أم في الفصول الدراسية في مدارس الإيواء وقد يفتقد أهالي غزة اللقاءات الرمضانية وصوت المسحرات ولحظات السحور ويضطر الأغلبية إلى أداء صلاة الترويح داخل مخيماتهم المكتظة بالأسر بعد أن تحولت أغلب المساجد إلى حطام وأنقاض الإفطار الجماعي على شاطئ البحر كان من أبرز العادات الرمضانية كل عام في غزة للحصول على بعض الترفيه والاستمتاع بمشهد الغروب المميز فضلا عن الهروب النفسية من واقع الحروب وغبار المعارك فهل يعيش الفلسطينيون هذه الحالة الخاصة ويستعيدون ذكريات الهدوء المؤقت أم تقضي نيران الاحتلال اليومي على أي بارقة أمل في خروج أيام وليالي شهر رمضان من نفق الحرب المظلم